موسيقى 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 اللا معكم لقاء جديد من الوعد للعهد. من الوعد للعهد مع أسابيع ما بعد عيد الصليب بزمن البكرة المنتظر عم نتابع معكم مع حضور وإلهامة الروح الأدوس في مسيرة تقدم طبعا الصليب هو محور تأملاتنا وشروحاتنا اليوم بهذا الأحد اللي هو الأحد السادس من بعد مع عيدنا عيد الصليب. نحن الشروحات اليوم عم تتركز على كلمة هي الفطنة. هلأ بنعرف ليش أكيد بدأت نطلق من شروحات قراءات اليوم الأحد بداية من العهد القديم إلى العهد الجديد. ونحن اليوم الكنيسة بتطرح علينا إنجيل مثل الوزنات. من هون بدنا نكون عم ننطلق لنحكي ومن هون. بداية بدي رحب معكم بأبونا مارون موسى. يلي دايما بتكون الشروحات معك أبونا. خلينا ننطلق مثل دايما نحن وإنت برفقة الروح الأدوس لنقدر نشوف اليوم كيف بدنا نكون فطينين. أكيد. واليوم باكي سوف نطلب هك هالموهبة يلي حكينا عنها الأسبوع الماضي مهورة الحكمة أو نعمة الحكمة عطية الحكمة حتى نكون عم نقدرناك ناخد هالخيار. لأنه مننا بتنبصق كل المواهب الأخرى يلي اليوم هالفطنة الإنسان يكون عم يمنتبه وواعي حواليه ونشيط بحياته بنشكرك يا رب على عطيتك يلي دايما بتفيد عليه. ممكن نحن نطلب قشة بسيطة انت لكن انت بتعطينا هك منفيد محبتك نطلب هالحياة بتعطينا الحياة الأبدية مشكرك يا رب سلف على كل نعمك وعطيك يلي رح رح درسكنا ويعطينا ايها موهب الفهم موهبة الحكمة والهاك كمان موهبة العلم كونا عم نعرف شو شو في حوالينا ونستفيد منا وكمان حياتنا القوة حتى نكون عم نقدر نعيش ونطبق في حياتنا ونحن بطريقنا نحول الحياة الأبدية امين اذا مثل ما ذكرنا بالبداية أمونا مارون نحن بالأحد السادس من زمن الصليب هالزمن يلي هو الزمن الأخير مثل مخبرتنا هو زمن البكرة من بعد ما نكون خلصنا زمن الهلأ نحن نصير بزمن البكرة دايما هيك منحب بالبداية ببداية مشوارنا نحدد حالنا نحن وين نحن وصلنا اذا كنا بالحدد بالأحد السادس وقلنا رح يكون هيك محور وانجيل الوزنات رجعنا في عندك هايدي هالخريطة يلي دايما هيك منحب نرجع لنشوف نحن وين صرنا بهالمشوار هالخريطة يلي هي على صورة الصليب لأن الصليب هو طريقنا هو صار الجسر يلي منه بنعبر للحياة الأبدية هو علامة انتصارنا وهو خريطة الطريق مثل ما سمينا بالأسبوع الماضي حتى يكون عم يوصلنا للحياة الأبدية بهذه العلامة ننتصر بهذه العلامة نحن بدنا نكون صرنا يعني هاك مسكوبين بهذه الصورة صورة الصليب عرفنا يا إخي مرة أنه الله بدي تعرف علينا على المدخل قالوا للجاهلات لا أعرف كنا بهذه العلامة بصير يعرفنا لأن هالعلامة هي اللي بيعرفنا ودائما منذكر أنه هالعلامة مننا جديدة علامة الصليب يعني بلشت مع الشعب العبراني بمصر وقت الوضع هذه العلامة وكان عم يعرفهم الملاكة اللي حتى وقت المرئ وكان عم يتخطاهم حتى يكون هني يحصلوا على الحياة لكن هذه علامة حياة علامة حالة الحياة الأبدي نحن بلشنا بهذه المسيرة لأنها هي سبعة أسابيع والرقم سبعة حلو هاك دغير ما بذكرنا بكأنه كل شي فيه عمله الإنسان الرقم سبعة هو رقم الكمال الإنساني مش لنك نحن بعدنا بالزمن السابع هلأ هذا اللي بقدر نعم هذا الزمن الأطوالي اللي احنا ما بيخلص بيخلص وقت اللي ببلش الزمن الصليب هالسابع السابع يلي هني مطلوبنا نكون عم نتمحور فيهم هذه الصورة اللي بناكون خدناها وقت وصلنا على ختام حياتنا بختام الزمن السابع إلينا بلشنا بي نكون عظماء بخدمتنا نكون ثابتين بمحبتنا ونكون هاك فرحانين ببنوتنا ونكون مثمرين بانتظارنا وبلشنا ساعة بالاسبوع الماضي بالاسبوع الخامس لنا بكون حكماء باختياراتنا خاصة خيار المصير لأن الحكمة هي الخيار الأبدي اللي بيخلو الإنسان ما بعد القبر اليوم بدنا نصل على هالمحطة السادسة المقبل الأخيرة المقبل الأخيرة اللي هي بنصف الصليب بنصف كن فطنا طيب شو الفرق بين الفطنة والحكمة الحكمة الشي اللي بعملو اليوم لكن رح يفيدني بعدين الفطنة هو يلي بدي استعملو اليوم هو عدة شغل تبع اليوم بينما الحكمة تبقالنا الشي اللي بعملو لبكرة هيدا شي بعملو اليوم شي اللي بيستفاد منه اليوم يعني كن الإنسان مثل ما عمقول هلأ بيشبهه مثلا بالعهد القديم رح نشوفه بأول القراءات أنه الفرق بين الإنسان الكسلين والإنسان المجتهد يعني كن إنسان مجتهد والإنسان يكون واعي وفطن بهالمعنى لكن هيدا الإنسان يكون مجتهد غير كسول هيدا الفطن يعني شي اللي عم تعملو اليوم بينما هون دايما أنت بدي كون عندك يعني التحرير التمييز التمييز أنه أنا لوان رايح يعني هيدا اللي بدأ تقودني مثل ما أنا بسفر الحكمة تقول الحكمة هي اللي بدأ تقودك إلى الملكوت هي البوصلة اللي بدأ تضل تقلي أنا لوان رايح أنا رايح على السماء أنا رايح على السماء أنا مش رايح على الأبر هيدا الحكمة بينما هون هي اللي بدأ تخليني ممتبه إليه شو فيه يعني فتش بجيابي وبقلبي وبحياتي شو الإشياء اللي عندي إياها حتى يكون مثمر ويكون في كل الأشياء هيدا هو الإنسان والفطن مش الإنسان ببعنى أنه مش عايق فالش عمزير حواله بشريا مثلا الزكي الزكي بطريقة عميئة ويعي لأنه الزكي أوات الإنسان فيه استغلال مش بس للي معي بسوك بالاستغلال للي معه كمان شخص التاني يعني فيه نوع من الاستفادة للشخص والإنسان الزكي هو يلي نحن دائما أقول أنه الإنسان الزكي هو يلي بيوصل الإنسان الحكيم هو يلي أكيد يلي الإنسان الزكي يلي بيوصل لمرتب معين الإنسان الحكيم هو يلي بيصير الديس مش بس بيصير إنسان قائد أو بيصير الشخص لكن آه الفطن هو الإنسان يعني عنده زكاءه لكن عنده هيك الوعي عنده وعي للحواليه بينتبه عنده الملاحظة يعني بيقدر يشوف الشغلة وبيعرف كيف يستفاد منها بيخلق من الأشياء وبيقدر يعمل هذا الإنسان الفطن عنده هذي الفطنة يلي موجود فيها وهذي موهبة محتاج لألها الإنسان لأنه عنا طاقات موجودة وفي أشخاص يعني ما بينتبهوا لألهية يا ما في أشخاص بينا أشوفها لأ أنا أحكي أشخاص بيقوله إنه الله ما عطني وما عندي شي وكأنه بيصير عم يفتش على شي وليك مش منتبه هذي الفطنة هو الانتباه الإنسان بيقوله بيفطن هو الإنسان بيمتبه الإنسان الوعي بيمتبه إنه أنا فيني من اللي عندي إيها أعمل يعني من هذه الحياة فيني أعمل أبدية من هذه الحياة أعمل أبدية هذي الإنسان من فطنة نحن قراءتنا مثل ما منقول دايما منبلش من العهد القديم لنرجع ننتقل للعهد الجديد لنحكي اليوم عن الفطنة نحكي اليوم ونقدر نوصل بالآخر نكون عم نفهم مثل الوزنات يلي عم يعطينا يا الرب بدنا نروح على سفر الأمثال من العهد القديم كنت قلت لنا الأسبوع الماضي أنه نحن هلأ بقراءات العهد القديم بهالأسفار اللي هي حكمية لحد ما فينا نسمي الحقيقة هالثلاثة أسبوع الأخيرة هي كلها سواء الكراءات نحن لديهم كلها كراءات من أسفار الحتمة مثل ما شفنا بالأسبوع الماضي النشيد الأنشاد اللي هو هالسفر الشعري عن العشق الإلهي أو العشق يلي بده يجزبني نحو الأبدية نحو حبيبي يعني هو غاية حب الإنسان مش تهى حب الإنسان ومنع في كتير من الإنسان يعني استعملوا كي الكلمات وفي عنا كتير ترانيم من السفر النشيد الأنشاد اليوم نوضع بين يدينا مقصى من سفر الأمثال يلي هو كمان سفر حكمي ويلي بيحكي من خلال أمثال سموا أمثال لأنه في عنده كتير أمثال لكن بيحكي عن يعني تعليم هو منسوب لسليمان أكتريت الأسفار الحكمية هي منسوب لسليمان لأنه إنه منسوب لأله الحكمة منسوب لأله الحكمة صار كل الإشياء منسوب لأله هو وهي عادة بتكون يعني مثل خبرة الإنسان الكبير صار عادة الأمثال بيحكيها شخص كبير يعني بهو نضج نضج وعنده خبرة حياة ومن خلال خبرة حياة بيكون عم يحكي هذا الإنسان الحكيم ودائما الحكمة تنسب للإنسان الكبير صار الشيخ هو الإنسان يلي بيقدر يعطي من خبرة حياته لأنه إنسان مجرب يعني صار إنسان مجرب بيقدر يخطيه من خلال تجربته بيقدر يعطي النصائح للأقل عمراً والأقل خبرةً بالحياة وبيقدر يعطي أمثال وبيعطي أمثال من حياته لكن هذا السفر هو السفر حكمي بانتياز لأنه بيحكي كثير عن الحكمة وبيحكي بأشياء كثير عملية وعن كل أنواع مراحل حياة الإنسان من الطفولة للشيخ وخا راح نشوف مثل ما عم تقول أبونا أنه كثير عملية لأنه تشبهات كثير حتى يمكن نحن نستعملها بحديثنا اليوم يعني قراءة اليوم هي كثير قريبة منها حتى لو كانت من العهد الأديم راح نكون عم نقرأ إذن من سفر الأمثال للفصل السادس ابتداعاً من الآية 6 اذهب إلى النملة أيها الكسلان انظر إلى طرقها كن حكيماً إنها ليس لها قائد ولا مشرف ولا حاكم وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد غذائها إلى متى ترقد أيها الكسلان متى تنهض من نومك قليل من النوم قليل من الغفو قليل من التكتف للرقات فيأتي عوزك كجوال وفاقتك كرجل متسلح ماذا تقول لنا اليوم الأمثال؟ خلينا نقول إنه حبات بدي أرى بس أول بداية سفر الأمثال يعني بيعطينا كمان مثل هكي خط لحتنا نفهم التواجه الموجود هون إذا نقرأ ببداية الفصل الأول يعني وقت اللي بيحكونا عن بسفر الأمثال يعني الهدف حتى نفهم كل أهدف الأمثال هايدي بيقولنا أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل هاي اللي عم نقرية هلأ لمعرفة الحكمة والتأديب والتفطن هايدي استعملنا كلمة الفطنة نحن والتفطن لأقوال الفطنة هايدي للاستفادة من تأديب العقل البر والحق والاستقامة لإعطاء السجج دهاء والفتى علما وتدبرا للتفطن للمثل والتعريض لكلمات الحكماء وألغازهم يسمع الحكيم فيزداد تعليما والفطن يكتسب سياسة بالحقيقة أنا هلأ أنا عم بقرين هادي كم كلمة تفطين أنا وقت اخترت العنوان ما أبدا ما كنت أريها القراءة ما كنت أريها القراءة يعني هايدي نشكر الله كيف هيك مزبطين وبيقول بإخشيبون ما خافت الرب رأس العلم والحكمة والتأديب يستهين بهما الأغبياء يعني الإنسان الغابي هو اللي ما بيسمع لتأديب هالأشي هايدي ونحن كأنه الهدف مننا أنه الإنسان يكون متل ما أنا فطن عم يستعمل طريقة أمثال متل ما شفت اليوم هالنص اللي كتير قصير اللي كتير عنده معينة وحتى يعني حتى مشوفة هايدي بالأبثال الشعبية وحتى معروفة يعني عم يحكي عن شيء كلنا شايفينه عم يستعمل أشيء كلنا شايفينه بيقول له اذهب إلى النام لقيها الكسلين وتعلم منها انظر إلى طرقها كن حكيما يعني يعني حتى عم يقول له تعلم منها لأنه هي أحسن منك هذا الإنسان الكسلين يلي ما عنده ما عم يعمل مجهود والكسلين هي عكس الفطن زي ما نحكي شو الفطنة هي عكس الكسل يعني الإنسان شايف يقول إنسان الشاطر الشطارة إنسان يكون حزق فطن عنده هالشطارة وعم بيقول له أنه يعني كن مثل النملة يعني تكون الشغلة منك من فطرتك لأنه النملة مثل ما عم بيقول له ما عنده قائد ما عنده مشرف ما عنده حاكم ولكنها تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصادة سبحان الله يعني نحن هالكلمة المنقولة كيف يعني بالغريزة اللي عندها أو بهالفطنة كيف هي بتعرف خلال الخبرة يمكن يمكن بعلموا بعضهم ما بعرف كيف بس نحن نكلمة شوف كل شغلة بالصيف هي لتحضر للشطة بيكونوا ماشيين يعني كنملة وبيكونوا ماشيين هكي يمكن وراء بعضهم وواحد بتعطي تاني بيزقوا هالقمح بيزقوا شو ما بتلاقي أكل بتجيبون بتخليون حتى تكون لبعدين يعني هو عمل له هون بكفيك تقعد وتتأمل بالنملة بس حتى تقول أنه أنا شو نقصني أنا معهم وبكفيك نوم إلى ما تترقد أيها الكسلان يعني هالقشة اللي انت بس عيش فيها من نم شوي من قوم شوي متكتفين وقعدين أو منتلهها منتلهها أكيد ساعتها بدك عيش فقر وبتعيش يعني كأنه هون عمقول للإنسان الفقير فقير من إيده بهالمعنى هيدا هلأ عم يحط المسؤولية على الشخص على أكيد في أشخاص مع منعمهم في أشخاص بيكون أنه في ظروف حياة بمر على الإنسان بيكون قوة منه هو بس هون عم بيشجع الإنسان أنه قادر تعمله نحن بالحياة منعرف أنه فكتير يعني أمثلة أشخاص صاروا صاروا كبار صاروا أغنية لكن بلشوا حياتهم بمشي يعني بلشوا من شغلات بسيطة يعني عم نحكي عن أشخاص مش عم نحكي عن أشخاص بيقصص بالتاريخ عم نحكي عن أشخاص يعني معاصرين واشخاص يلي هني طادفهم وشييفهم بيقول لك أكتر أشخاص يلي هني 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 من أغنياء العالم ويحكوا قصة حياتهم بيقولوا هني كانوا ماشي يعني كانوا يضطروا يعني مثل وحد ياخد شغلي ويبيع ويزيد يزيد يزيد وصار هو يعني اشتغلوا على حالهم مجهود شخصي يعني وكأنه الإنسان يعني أصلا لحتى تكبر بك تطلع السلم درجة درجة بس بدي يكون عندك هالنظرة انه انت رح تصل على رص السلم وعندك هالبثابرة لحتى تكون عم تكمل مش تقولوا انت عبت وقفت وما بدي كمل وهاك يعني في هالمثابرة مش هناك عم يقول له هذا الإنسان الكسلين لكن الكسلين قوات ممكن بيشتغل بس بوقف دخرة الكسلين مش معي تهو ما بيدرس قوات ولد كسلين يقول لك ممكن ما عنده هال بده تجيعي يمكن بده حدا يشجعه بده اقدر شجعه حتى يكون عنده هالشي اللي يخليه يكمل متل ما حكينا يمكن الحكمة لأنه البرتبطيمي بعضهم الحكمة هي هالقوة اللي بتخلي الإنسان إلنا يقوم كل يوم بديك هالقوة متل ما سمانيها بالزيت ياللي زيت الانديل هو ياللي هالقوة اللي بتخليك تقوم يتشتغليه يعني أشخاص يما بقول طب أنا شو بدي يقوم بإدرس الولد شو بدي يطلع يعني فيه قوات جو إحباط عام يعني إذا بدي تقول طب أنا تعلمت واتخرجت وما فيه شغل قليل شو بدي أعمل بينما اللي بيعفو أنه فيه رح أوصل لمحل أنا يعني أنا إذا تعلمت إذا درست ونجحت تخصصت رح يكون عندي مستقبل وعندي باية عندي عائلة كل هالشي بشوف قدامي ايه بصور يشتغل بس لمن هايدي كلها سوا بتتسكر قدامه الانسان ما بقع عنده شي يخليه يشتغل كرميله أكيد بسرعة كسلين يعني فيه إشاء يلي هي بتساعد مش هناك بيرتبطين بعض الانسان الحكيم يلي هو بشوف لوان بده يوصل عم يبقى عم يشتغل لما أبعد بس من هالأم لبعد هذه الحياة أنه يكون انسان عم يطلع كلها اللي عم ينتهي بس هون والانسان الفطن هو يلي بيعرف كيف بالموجود معه يقدر يشتغل سألنا أن الحكمة هي من أهم الصفات اللي بده يتمتع فيها المؤمن لحتى يعرف يمشي حياته باتجاه الحياة الأبدية يعيش حياته اليوم مثل ما عم نقول لحتى يكون مستعد إلى الحياة المقبلة الأخرى وأيضا عليه أن يكون فاطنا يعني لازم يكون واعي ويعرف كيف يكون عم يستعمل هالعطية اللي عنده هذا الوعي باستعداد تيم ولكن ما فينا ننسى كمان أبونا أنه في عندك تفاوت بين مقدرة الأشخاص بين حجم الحكمة أو قوة الوعي عند الأشخاص يعني هالي ما عنده هذا الوعي الكافي أو مش قد وعي غيره صح وين طريقه هاي هلأ هاي دي رح تشوفيها بعدين بالوزنات بالوزنات واش بيحكي بيعطي كل إنسان حسب طاقته لما أنت مش كل الناس عنده نفس الإمكانيات وما فينا نقابلهم كلهم مثل بعضهم نحن دايما نقول أنه يعني قلبه الصطاء بس لكن حتى هاو دي دايما المثل نقول أنه نحن إذا حتيتي عدة كبيات زيز وكل عدة أحجام فيك تعبين كله مي بتقول هاي ملياني وهاي ملياني وهاي ملياني كل يحدي فيها كمية مي أكتر من الثاني بس هي ملياني قد ما بتساع هي قد ما بتساع يعني أنا ما بدي قابلهم ببعضهم أنا ما فينا نقابل كل الناس وحرام تقابل كل الناس بطل بعضهم لأنه بني هي نحن مميزين ونحن عنا فرادي نحن مش هاي كلنا مميز بمتقعداد نحن ما في حدا مننا بيشبه التاني إلا أنه في طبيعة البشرية اللي عنا إياها وكلنا عنا من طريق وحدة بس عندي ميزة خاصة بتميزني عن الآخر مثل ما عندي بصمة الإيد غير الشخص وبصمة العين غير الشخص التاني لكن هالميزة بتخلينا ما قابل مع بعض بس كلنا سوا مطلوب مني يكون مشتهد يعني أعمل قد ما أنا لازم أقدر أعمله قد ما بقدر أعمله ويمكن هاي هون دار الأشخاص اللي يحفزوني هلأ اللي عم تحكي مضبوط في أشخاص هي ما بكون مسئولية بس الولد يعني إذا بنحكي دائما بنقول أنه ما في ولد كسلين فيه استاذ مش شاطر الاستاذ شاطر هو اللي بيخلي كل إنسان يعطي قدر طاقته يعني بود يخلق فيه يشجعه وهيدي رح نشوفها رح نشوفها مع مربولوس يمكن عم بلش نختصر كل هذه الأشياء اللي موجودين مربولوس بيحكي عن هذا التحفيز للأشخاص يلي هني حتى يعني يصير هالأشخاص فطع ويصير يستفاد من الشيء اللي عنده يصلح بحاله ويشتغل بحاله حتى يعني انساعدوا لهالمجال بس ايه كل إنسان في عنده طاقات ربنا زرع فيه عنده إمكانيات حتى النملة مثل بعمقول كان عندنا حد الأباء بيقول ما في راس إلا ما في حكمة وبقصد فيها ما في كائن النملة والكلب والبسائن كل إنسان عنده حكمة يعني عنده بطبيعته شو اللي يعني بدايش نحنا منشوفه مننبهر أوقات الحيوانية هيت بتشوف فيها يعني الوقت اللي بتصير مثلاً أم بعد بصير عند دولين صغار كيف بيعيش فيها كيف بتعيش فيها الإم وكيف بتدافع عنه ك Michel M cold هذه هية الشو يعني هيا ربنا زراعة فيها هذه الفطنة اللي عندها ياها يلي بتخلق بطبيعه الإنسان في إيشها موجودة بطبيعه الإنسان لا يوجد إنسان ينكرها علينا فعلها على فعلي وإذا ه Jing هاي الكائنات التي هى بتخلص بالقبر يعني إعنة ويعلى يسوع استعمل يعني وقت اللي عم يحكي عن غينة سليمان وغينة الزهور الحقل وهيك. عم يقول أنه إذا هوا دي. يلي بيخلصوا تاني يوم. لكن هالأد دي عندهم هالجمال وبيشتغلوا. والوردة بتكبر وتنمى وتشرب. حتى الله بيعطيني فيها. وربنا بيهتن فيها. بقى كيف نحن يلي مطلوب بنا يكون عنا. يعني مشين ممنوع الإنسان يقول أنا ما عطاني وما عندي. تنستخلص الفكرة من قراءة سفر الأمثال لليوم من المثل النملي اللي عطانا. إلى متى ترقد أيها الكسلين. قوم وشي. قوم اشتغل. يعني بدك تنزيل الشخص. تحقيز. هي نجزة. قوم اشتغل. مثل ما كل أم باي بيقولون قوم اشتغل. قوم اشتغل. قوم ادراس. قوم اعمال. هالقوم قوم. إنك تعمل هالشغال هايدي. هايدي دعوة الإنسان الحكيم يلي عمين صحة تاني يكون فطن يكون عام يشتغل. يكون عني هدي هدي الهم كون مشتهد. كون مشتهد ولا تكن كسلانا. هايك فينا نوصل هون مع قراءة العهد القديم من سفر الأمثال اللي أخذنيها لليوم. يلي هو الأحد السادس بعض الصليب. ناخد استراحة صغيرة ومنتابع مع قراءة العهد الجديد. منتابع معكم لقاءنا اليوم ببرنامج من الوعد للعهد الأسم الثاني لليوم الأحد. يلي هو الأحد السادس بعد ما احتفلنا بعيد الصليب. وكنا نطلقنا من قراءة العهد القديم. يلي كانت من سفر الأمثال. وحستنا على المثابرة وعلى الإجتهاد. حتى ما نكون كسالة. وعطيتنا هيك نتشبه بالنملة. بدنا ننتقل لقراءة العهد الجديد. يلي كما بدنا نكفي فيها. مشوارنا لنكتشف كيف نكون فطنين باستعدادنا. للحياة الأبدية. وقراءة العهد الجديد الأولى التي هي من الرسائل. رسالة القديس بولوس إلى أهل غلاطية. دايما نشتروا حيث مع الأب مارون موسى. أبونا مارون اليوم نختار رسالة غلاطية. لماذا رسالة القديس بولوس إلى غلاطية؟ لأنه متعمول الفطنة بده الإنسان يوعد تاني عليها. يعني بده الإنسان دايما هيك يساعد الإنسان. الآخر هاي مسؤولية لنحنا. لأننا عايشين دون جماعة. يمكن النملة ما بده حدا هايدي من الغريزيتها تتصرف بغريزة. الإنسان عنده الطبيعة ما عنده الغريزة. لكن هالطبيعة بده كمان أوت بده واحدة. تتريخة أو إيه. تتريخة. إيه. والإنسان بينام. بحب النوم. يعني مثل ما قاله قليل من النوم. كالو من الغافي. يعني بحب أجل. لكن النملة ما عنده لأنه غريزيتها بتخليها ما فيها تأجل. يعني هاي بتصير شغلة فيها شيء لوحده بمشيها. كأنه. الإنسان بده عقله يمشي. وبده فطنته هيك. وبده حدا يكون عم يساعده. مثل حيالة شغلة. بتقولي يمكن كتير من الحيوانات زيطيبوا والماء بيتسبحوا لوحدهم. بيكون أول مرة بيشوفوا الماء بيتسبحوا لوحدهم. الولد زيطيبوا والماء بيموتوا. لأنه بده يتعلم. هذا البميز. يعني الإنسان يعني محتاج لمساعدة إنسان آخر. محتاج لهالدعم. يعني هو عنده الإمكانيات. عنده الطاقات. كل إنسان بيخلق عند الإمكانيات يصير الله. يعني في صورة الله ومثاله بس. بس بده مين يساعدوا فيه. مش هيك. محتاج لبي وأم. محتاج للناس يعتموا فيه. محتاج لجماعة. محتاج لكنيسة. محتاج حتى هذا الجو يكون عم يساعد. وهون بيحكي عن هذا الجو يلي محتاج للإنسان حتى ينمي هذه الفطنة يلي ربنا وضعها فيها. ويكون منتبه أنه كمان ميت راخل. لأنه مثل ما قالنا الكسلين مش بس التحفيزة يصير وبعدين تتركيه. الإنسان بطبيعته حتى قبل ما يوصل على الآخر بيوقف كمي الأوقات. بدك تضلك شد فيه. استمرارية. في استمرارية حتى بأنك تحفز يعني. استمرارية تحفز حالك على أنك ما تكون كسلين. ما تتكسل. كل يوم يعني في كثير الدسين بيقوله بيرنردوس المشهور اللي بيقوله كل يوم بيقول بيقول لحاله بيذكر حاله لماذا دخلت الدار يا بيرنردوس بيسأل حاله السؤال هيدا. كل يوم هو صار يعني صار آخر حياته. بعده بيسأل حاله مشان يحفز حاله مشان يفطن حاله مشان يوعي وينتبه أنه هو أنا ليش فتدر. لكن ساتا بتغيير لقش كتير بمسلك هيدا. أنا أوتبهت بي يعني بتنسى بينسى عنده هالتراخي الإنسان. يعني إنسان عنده هالشي هيدا بطبيعة. إن إحنا منعيش هيدا التراخي أو إذا بدك هيدا الكسل لما هيك منعمل إذا بتذكر صورة الفريسة والعشار يعني منحس حالنا هيك راضيين عن حالنا ببعض مطارح. منحس حالنا راضيين عن حالنا. منعيش التكاسل. لأنه نحن لأنه من نقل طريق أهيان. هيدا الفريسة نقل طريق أهيان اللي اسمها الظبيحة. دائم بقول أنا الظبيحة أهيان من الرحمة. بيفتدى كل شيء. كل شيء بتدفعي من جدك أهيان ما تدفعي من قلبك. لأنه من جيد ما بتوجه. الإنسان بخاف مشيل بوجه. كل شيء بينفده بالمال هين. نحن نقول هين فلوسك ولا تهين نفوسك. بالمعنى. هيدا ما عندي بقى الله بده ين يقدم له العشر. بقدم له العشر. الظباح وبخور. البده كيه بقدم له كيه. وبتكاسل. ببقى عايش. حياتة كاسل. بس أنه تسألي تروح تضحي كلمة لفلان. تحب فلان. تغفر لفلان. تساعد فلان. هاو دي بوجعه. بدهم مجهود. بدهم مجهود. مش هنالك بيميل لهذا الشغل هيدا. ومش هنالك ربنا كان دايما يبعط لنا الأنبياء شو دورهم. الأنبياء كل الأهد القديم. وبعدنا الهلأ نحن يعني بعتنا. هي فكرة تحفيز وتذكير وتحفيز الإنسان. أنه بدنا نكمل الطريق. لأنه الإنسان بعيش فترة طويلة. يتراخها. يتراخها مع الوقت. يعني وخاصة كمان على أيام المسيحين. على أيام مربوضوس كمان. كانت الفكرة أنه متوعين. هل أنت اللي بتقولك أنه الشغل بكرة هينة. بس ما بتعرف أي متى. نحن عم نحكي عن شيء هالبكرة مثل على اللبناني. إنه بكرة. بس لم تقولي بكرة بكرة. معني طاعة بكرة. يعني. با سألي بكرة. 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 بكرة في معي وقت. بها المعنى هيدا هون نعم بي كمان فيها التركيز. إنه. لا. البكرة مش كتير بعيد يمكن. ما بتعرف أي متى البكرة. خلينا نسمع الإبنس بولوش كتب لأهل غلاطية بالفصل السادس ابتداء الأي الأولى يا إخوتي إن أخذ إنسان بزلة فأصلحوه أنتم الروحانيين بروح الوداعة واحذر أنت لنفسك لألا تجرب أيضا احملوا بعضكم أسقال بعض هكذا أتم شريعة المسيح إن ظن أحد أنه شيء وهو لا شيء فقد خدع نفسه فليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون افتخاره في نفسه فقط لا في غيره فإن كل واحد سيحمل حمله الخاص من يتعلم كلمة الإيمان فليشارك معلمه في جميع الخيرات لا تضل فإن الله لا يستهزأ به فكل ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا فلذي يزرع في جسده يحصد في الجسد فسادا ولذي يزرع في الروح يحصد في الروح حياة أبدية فلا نمل عمل الخير ولا نكل لأننا سنحصده في أوانه إذن فمدام لنا متسع من الوقت فلنصنع الخير إلى جميع الناس وخصوصا إلى أهل الإيمان حلوة حلوة ومركز على العيش الجماعة كيف تكون باختماع بقوله وخصوصا إلى أهل الإيمان أنه نحن يلعيشين مع بعضنا محتاجين لبعضنا إذا أخذ إنسان بزلة نحن دغري فارجموه فأصلحوه فأصلحوه أنتم الروحيين يعني أنت تترى حيكون أحسن غيركم أو أنتو عنكم هالشغلة مليحة أنتو اكتشفتو أنه هاي زل هاي زل أكيد أصلحوه يعني كان الإصلاح يكون بالصلاة أو بالكلام أو كان بحيرة الطريقة ولكن فيه إصلاح بالمجر إذا كان أخذها بزلة وهون بأكدوه بيروح الوديع لأنه بركز على قصة الوديع أنه ما يكون فيها وما تفكر حالك أنت بعيد لأنه إحذر أنت لألا تجرب أيضا أنت بنتك بعيد عن الخطأ ما في إنسان وهذه أكتريت لدي السن اختبروها أنه بيضلهم لآخر حياتهم عندهم هذا الحذر أنه يقعوا ما في حالين بيضمن أنه أنا خلص مثل بعض الأشخاص شان هيك ممنوع التراخي أنه أنا خلصت وما يعني أنا وصلت لا ما بتوصل إلا ما تحطي شرك عندما ربطت رسلت تصل إلى فوق هاي وصلت طوالما أنت ماشي على الأرض ما أنت بعد ما وصلت احملوا بعضكم أثقالة بعض هاي دي حلوة هالكلام اللي بيحكيها احملوا بعضكم تساعد بعضنا لأنه كمان يمكن هذا الإنسان اللي عم يتراخي هو إنسان تعبان عنده مشاكل عنده صعوبات وعنده ظروفه بينما اللي بيجي بلاقي حدا بيكون عم يساعد ويقدر يمشي أسرع ويقدر يتلشط يعني هاي دي هالروح الأخوة اللي عم نحكي إنه قدرين نكون عم يساعد بعضنا لأنه الإنسان محتاج لهذا الحذر غدا عنوان مربول قص اليوم أنه ساعد خيك يعني هذا الفطن ساعد خيك حتى تكون فطن هذا الإنسان كمان من ضمن الفطن أنه أنا ساعد خي وخي محتاج لحد أن يظلوا يذكره عم شوف يعني أنه الخلاص ما فيك تعيشه لوحدك بيكفي وبقال لهم فليمتح إن كل واحد عمله حين إذن يكون افتخاره في نفسه فقط لا في غيره يعني ما فيك تشوف حالك بشغل غيرك بدأك أنت تشاهد أنت شخصيا أكيد بدي اشتغل علي ما فيني قول غيري عم اشتغل لا أنا كمان اتكل على وزنة غيري ما فيي اتكل على وزنة غيري من يتعلم كلمة الإيمان فليشارك معلمه في جميع الخيرات معلمه يعني بده بده يرجع إلى معلمه هلا هاي دي كتير بيركز على يا مربولوس مع أنه ما كان يقبل شي هو هو كان يقول أنا بيحقلي بس أنا ما كان عم بياخد يعني هو جميع الخيرات معنى يتحط كل شي كل شي لأنه هو بيقول أنه العامل يستحق إجرتهم معروفة أنه الإنسان متفرغ لعمر رساليا أكيد بده يكون حدا يهتمل يعني فيها إذا بدك نوع من تقدير عرفان جميل أكيد أكيد مش أنك عمولي اللي بتعلم كلمة الإيمان على القليل يكون عم شارك يساعد مثل عم أنه أنا معلم لحدا أكيد بده يعطي يكون عم ساعدنا بتقدر هالشي لأخذت ويكون عم مشاركني بالأشي اللي هو عم يحصل رأيها من النعم حتى من كل شي من هذه النعمة الإيمان اللي أخذها يعني النعمة الإيمان كنا أنا عم شاركه فيها كل ما يزرعه الإنسان إياه ويحصد هذا المبدأ العام عم بيحكي عنه نعم المبدأ العام هذا طبيعا هذا المبدأ يلي كلنا منعرفه تزرع أمح بيطلع أمح تزرع أمح تزرع أشعير بيطلع أشعير تطلع سيوين بتعزيوين تزرع في جسدك تحصد تحصد بجسدك فسادا يعني إذا كان كل همك هو بحياة هذه الجسد نقطة بس تحصل على أشعير بيعطيك الجسد سيفسد هذا الجسد سيفسد هذا الجسد لأنه بيعطيك فساد وبالنهاية من الترابة إلى الترابة تعود يعني عم تستثمر بشي يعني أنت منك لحالك عم تحط نقطة لحياتك أكيد والذي يزرع بالروح يحصد بروح حياة أبدية هيدا المئيس تبقى الشعالي يلي بيشتغل يعني شو معنيتها يلي بيزرع بالروح يعني يلي مثل ما حكي فوق أنتم الروحيين يعني الإنسان يعني بيستعمل هو الزرع مثل الاستثمار يلي بيستثمر بالأمور الروحية يلي الغفران والمسامحة والمساندة والمساعدة والصلاة وكل الأشياء الخير كل شي خير كل شي يلي هيدا هو الروح يلي هي فيها ثمار الروحي اللي يحكي عنها مربولوس كمان هاو دي تعطيك حياة أبدية لأنه أنت عم تزرع وهون بقى تحصد حياة أبدية طبعا ما فيك ما تحصد إلا هيك هلأ التحفيز الكبير لا نمل عمل الخير لا نكل لأننا سنحصده في أولا نكل هيدا كلمات كرميل الكسلينين أو كرميل الأشخاص اللي يمكن بتكسل نص الطريق لأن كل المتلم عمول ما نسترخي المثابرة في كتير أشخاص بيطعب وياما في أشخاص أبو بتوصل لأنها بيكون عم يرقدوا مثلا بالسبق بالجري بيطعب بأخر بيكون عم بيكون بده فشختان بعد لا يوصل يعني الإنسان بده وإذا كان يتشجع وهذه كتير بتساعد حدا يكون عم يساعدهم يعني يعني أنا هكا مرة شفت حدا يمكن عم بيعملوا بيسبق الجري ووصل يمكن بده بعد في الزهير ركد حدا حد منه يمكن ابنه أو شيء بس حتى يشجع يكون عم يركض ما ساعده بس كن بده حدا يحفزه يقول له رح نوصل يحفزه يوصل وهذا هو لا نمل ولا نكل هيدا بده بتحفيز هلأ مش ران ريح حالنا أو بيقولوا هاي كن ريح شوي ضميرنا بس هي طبيعة الإنسان بده يتعب ولكن طبعا يبدو ولكن لما بتتعب هون يمكن كمان عم بيشجع كتير الديسبولوس انه احملوا بعضكم أسكالة بعض هون بدك تكون حاضر تحفز اللي تحت مش ناك إذا بدنا بلش نحكي هنا عم نجمع فكرة الفطنة الفطنة الإنسان أول شيء هو عمل الشخصي بده يشتغل على لا مثل ما حكي بسفر الأمسال قبل يعني يعني هاي بتطلع منك انت وتشتغل تتعلم لكن كمان من الفطنة انه بده حدا يساعد التاني يعني أنا كأنسان فطن أنا بدي أشتغل على حالي وبدي يعرفوا أن أنا مش لحالي يعني أنا كمان اللي باعي بيكون عم تشتغل معه يعني مقدرين كأساعد بعضنا مقدرين نمشي مع بعضنا مثل حيالة مسيرة زي ناس ماشيين ماشيين جروب مع بعضنا منقدروا نكمل المشوار مع بعضنا الانسان عم يعملوا رياضة بيشجعوا بعضهم يعني هاي دي طبيعة البشرية وعم استعمالها مش بس لحنا للحياة هون عم استعمالها للأمور الروحية يعني كأنه بعدنا بصفر الأمثال ناخد أشياء من طبيعة حياتنا اللي بدنا نفكر فيها أنه على صعيد الروحي مثل ما بالجسد أنا جسدي بده تحفيز حتى يكون إنسان عم يعمل رياضة ويظل ينتبه على صحته كمان روحيا الإنسان بده تحفيز حتى يثيبر على الصلاة يثيبر على الغفران على المحبة ولا يمل ولا يكل الصحة الروحية من عمل الخير هاي دي عمل الخير هو ما دام لنا متسع من الوقت يعني عم برجع أشوف صورة الأسبوع الماضي قبل ما يتسكر الباب بعد عنا هلأ متسع من الوقت فما دام ما دام لنا ما عندك اليوم ما أشتغل اليوم أشتغل لأن ما عندك إلا اليوم الخير اصنعه إلى جميع الناس خصوصا أهل الإيمان إلى جميع الناس أول شيء بيكون الشغلة فلنصل على الخير يعني لكن مش هيني هاي فلنصنع الخير أنا دائما تلفتني نظر كلمة الصناعة صناعة يعني أنا اللي عم بعملها ايه بصناعة مش فلنفعل الخير بالفعل مش هناك وتسمع كلمة صناعة دغري يقول هذا عمل الله الله الذي يصنع الله الذي صنع الإنسان على صورته ومثاله ما بولو بخلق الإنسان صنع الإنسان على صورته ومثاله اصنعوا هذا لذكري والت كان عم بيقله والتلميزه أعمله مثل ما أنا عم بعمل الله الذي يصنع. يعني عم تعمل شيء من ماشي. من من ايه. وفيه استمرارية الصناعة هي مسير التحيات. يعني ما بتعملي شغلة. بتعملي هالشغلة بتعمل متلة ومنة وبنة وبتزيدي. اصنع والخير. يعني ما نتعلم. يعني اعملوا عمل الله كمان. عملوا الله. لأن الله هو اللي بيعمل الخير. وخلي الله يشتغل هلاكم. لجميع الناس. هيدا. لأنه عمل الله لجميع الناس. خصوصا. بلش هو يحكي له بلش ببيته. يعني قبل ما تقول انا بدي روح مدربان اخر بالعالم حتى عمل خير. بلش بأهل البيت. بلش بلاقرب. بلش بلاقرب. واهل الإيمان يلي هني انه يلي انت عايش انت وياهن. ويلي هني اصلا محتاجين لبعض. هني اللي عم مشجع بعضنا. متل ما قالهم فوق. انه يلي بيقبل كلمة الإيمان. يشارك معلمه بالخيرة. طهنا عمقول. هيدا الخير اللي بدك تصنعه. بلش فيه بأهل الإيمان. بالأشخاص. يعني متل ما نحنا بقول انه. اه اكيد. نحنا لازم نبالش بكبستنا. لازم نبالش بجامعتنا. بعيلتنا. اكيد تعطي لكل إنسان محتاج. بس اكيد بدك انت تبالش. يعني حتى الشهادة واتليسوع قالوا لتلميزو بآخر يعني قبل ما قبل الصعود. قالوا فتكونون لي شهودا ابتداء من أرشالين إلى أقاص الأرض. هالابتداء من أرشالين مع انت ابتداء من بيتك. يعني أنا ما فيه أظهر وروح بشر بالمحبة وأنا مش قادرة عايشها ببيتي مثلا. صح. صح. رح كون رح كون عم بشهد بطريقة كتير. ومظبوط. ولأنه الإنسان أهيان لا يشهد برا أكثر بعيش. أكيد. ما هونيك هون الأصعب. طيب بدنا ننتقل أبونا للإنجيل. يلي هو من عند الإديس متا. يلي هو مثل ما قلنا بالبداية. هو مسأل الوزنات. هل احنا متى مرفقنا كلها الفترة. صح. لأنه عم بيحكينا عن النهايات. بالفاصل الـ 25 يلي بيحكينا عن كل هالإشياء هذه النهايات. يعني متى كتير بيحكي بها الصورة بصورة يعني بيركز على كتير الأمثال اللي عطاها يسوع. نعم. ولأنه توجه بإنجيله لليهود. ويلي هني كتير كان يفهم ولا بي يعني يكلمهم بهذا الأمثال. متى لك أنا بيعطي مثل. ملكوت السماوات. دايما يشبه ملكوت السماوات. يلي بيبلش هون وما بيخلص. متى ما سمعنا عن رجل كمان اللي هو كان لعشرة عذارة. نعم. هلا عم بيحكي عن رجل أراد السفر ودعا عبيده. وسلمهم أمواله. وعطى كل واحد حسب طاقته. واحد عطى خمسة. كل واحد عطى شي. واحد عطى اتنين. واحد عطى واحد. فإذا عطى حسب طاقته. حسب طاقته. مش أهتد. لأنه هون فينا نقول عن عدالته مثلا. نعم. هو بالنسبة له عطى كل إنسان كفيته. صح. والعدالة مش أنه العدل مش كل ناس عموة مثل بعضه. العدل أنه كل إنسان يعمل كل إمكانياته. مطرح ما هو قادر تعمل إمكانياته. وهيدا مفهوم الغلط. أو مساوات. أنه قد نعمل مساوات. خلي كلنا نعمو مثل بعضنا. خلي المرة تكون مثل الرجال. خلي المرة تكون مرة. والرجال يكون الرجال. ما أنت بتكون كمالك وقت تكون طبيعتك. ما نحنا مش قلة مساوات وعادل. لوقت نحنا إنسان بيكون. لازم كلنا. مش العمل هو اللي بيساوي فيك أنت. لكن كرامتي. نحنا متساويين بالمجد والكرامة. هكذا من البداية ما نقول إحنا. ولكن أنا كون أنت. أنا كون أنا. هيدا هو. هون بيعطي. هلأ بيستعملوا كلمة وزني. خلي نقول هيدا قصة الوزني. الوزني إنه تترجم مثلا بإنجليزي. تالنت. تالنت متل موهبة. لأنه التعبير باليوناني اللي انكتب. انكتب باليوناني. ما بتعني بس يعني كيس. وزني ما أنت شي بتوزني بالهديك. بس كمان هيك. يعني الكلمة بتعني أكتر من قصة كيس في بصاري. لكن هي كانت بتعني الموهبة أو الطاقة. هلأ بوقت على الأيام المسيح وتليحكوا عن الوزنة. يلي هي كانت تحكي عمليا مصاري. عن كيس. ايه كيس في الدهب أو في فضة. كانت كل وزنة بتعادل ستمائة دينار. وكان أجرة الإنسان بنهار دينار. اوه. لا مش ستمائة ستلاف عفوا. كمان. ستلاف دينار كل كيس. يعني بيؤديك عشرين سنة. يعني هاي اللي أخذ وزني عم يعطيه إجرة عشرين سنة. اللي أعطاه وزنتين. عطاه أربعين سنة. ويلي عطاه خمسة عطاه على ميت سنة. عطاه ميت سنة. طيب. طيب. وكل واحد منهم عطاه. يعني سافر محل بيد. وأكيد بنعرف القصة يلي هو. كله. وقت الرجع. شو عملوا كل واحد منهم. صح. اللي أخذ اتنين صاروا أربعة. واللي أخذ خمسة صاروا عشرة. صح. اللي أخذ وحدة قاعدة صار يفكر. قال أوكي أنا ما بدي جازف عندي وحدة. يمكن إذا حتيتها بخسارة. ويمكن. وهو بيقول بعدين شو صار يفكر. أنا هيدا معلمة. أنا أخذ فكرة عنه غلط. أو أخذ فكرة هيدا هي. آسة. ويمكن هيدا بيعع ابني. ومش بد رجعون فيني. مش هناك أحسن شغل يروح بحش وحطهم بالأرض. وقت الرجع. قال له حبيب يهود بصريتك. وأنت ما أعلك على أي شيء. قال لهم بلق إليه عليك شيء. إلا لهي. أنا هكلا الفترة هيدة المصرياتي. ما عمل فيهم شيء. لو حتيتهم أنا عند الصيرة فيك اطلعت منهم مصاري أكتر. أنت عبد كسلان بيسميه. إيوه. هيدا هي. بيسميه كسلان بالآخر. خدوا منه وعطوها لللي عنده عشرة. لكن بيسميه هيدا الكسلان يلي هو ما كان مثل النملة. استعمال لكلمة كسلان نفس الشيء. مش هناك المثل حرفيا كان فوق. أخذنا قرأت النملة. حتى نقول إنه على القليل يقلو كان فيك إذا ما بدك تعمل مجهود. حطهم عند صيرة فيهو بيشتغل فيهم. إذا أنت بابدك تعمل. بس أنت كان مطلوب منك تعمل شيء. لكن هيدا المثل. لكن أول شغلة عطل كل. هؤلاء الثلاثة بيعتبروا كل الناس. على حسب قدرته؟ كل الناس. على حسب طاقته؟ كلهم سوا. كل واحد على حسب طاقته. ومش مطلوب من كل واحد يطلع بالتاني شو يعمل. اللي عنده اتنين عمل أربعة. ما عمل عشرة. أكيد. اتنين بيطلعوا بيقدر يدوب لهم. هيداك بيقدر يدوب لهم. كل يسايا بيقدر يعمل. طيب الاية هون بيقول فكل من له يعتى ويزاد. ومن ليس له يؤخذ منه حتى ما هو له. دايما في نهاية. في كل شيء له نهاية. يعني دايما من بعد كل هالتحفيز وكذا بدك تسأله وبدك تنجح. يعني في نهاية. هيدا معناتها. مش معناتها أنه معلشي. والكسلان رح يكون بكل حساب. يعني. في حساب. إنه أنت معملشي. معتها في حساب. هلأ برجع بقول. هذه اللي احنا عم نحكي بنضمن الدينون. والدينون ما يتفي حساب عم نحكي. لأن هودا عم نحكي المجيء التاني. لأنه سوف يأتي بمجنى عظيم ليدين. مما ننسي الكلمة. ليدين الإحياء والأموات. نحنا بزمن الدينون اللي عم نحكي عنه المجيء التاني هلأ. ونحنا عم نحكي كيف أنا بدي يكون حامل على الصليب. وهذا هو اللي مع يدان. سأنتقل من الموت إلى الحياة. لأن أنا كنتعيش المحبة. هذا هو شعر المحبة. لكن هذا هو بينما اللي ما عنده هذه المحبة. والما عنده هذا الصليب سوف يدان. وربنا بيعرف هو ما فيه. هيدا مش شغلة شغلة هو. لاش بدي دينه على أي أساس. هو بيعرف شو هيدا كامل. بس فيه دينوني أكيد. هذا الختام بيقول له أكيد فيه دينوني. لأنه لا نفع منه وألقوه في الظلمة البرانية. وهناك يكون البكاء. والدرجة أصلا. النادم ياللي ما بقى يفيد. طيب من بعد للحكمة ياللي شفناها بالأسبوع الماضي. كن حكيماً لتقدر تكفي طريقك وتكون فعلاً عم تحضر حالك وتستعد. صلنا اليوم للفطنة. كن فطناً كمان لتكفي مشوارك وتكون مستعد. كيف بدي ألخص مشوارك؟ خليني أقول الفطنة إنه الإنسان مثل معمول يكون هذه الزكاء الإنسان عمي واعي. ويعرف يستفيد. يعني يفتش شو الله. مثل معمول أكيد هون بيعطيني من الإنجيل أنه الله يعطيك كل إنسان. ومثل ما قالت بتاعني هالوزنة الطاقة أو الموهبة. والموهبة مش معايتها كلنا صوتنا حلو ونغني. مش هذه هي. في مواهب منوعة. يعني فيها تكون موهبة أو طاقة جسدية. مثل إنسان عنده الصحة وغيره ما عنده الصحة. بس هو عنده الصحة وعنده زكا مثلاً قوة الإرادة. في مواهب اجتماعية. لقدرأ على الإدارة وتحمل المسئوليات. وفي مواهب روحية. يعني في قدة مواهب يمكننا عم نشتغل عنا. نحن في عنا شغلة. دغني منتطلع على مواهب غيرنا. بشانك عمول بده يطلع إنسان على مواهب يتحاوله. يقول ربنا شو عطيني. مش ربنا شو مش عطيني. لأنواعاتي غيري. هالخمسة وثلاثة وثنين. خلينا نقول عن الوحدة. هذه العطية الواحدة. أنا فيني اعتبرها عطية الحياة. حياة. إذا ما عندي شيء لها الحياة. مثلاً. إذا ما عندي مال كثير ومثل غيري. عندي عطية هذه الحياة. هذه الحياة قادرة تكون حياة أبدية. فيها كل الإمكانات لتكون حياة أبدية. مثل يلي عنده خمسة. لكن بس نطلع على السماء. ما رح يكون في فرق كتير بين يلي عنده وزني واللي عنده خمس وزنيت. ما رح يكون فرق كتير بينك وبين حيالة قديس. فوق ما فيه ستاديوم وكل واحد يقعد فوق وقعد أحد. نحن هايدي بس على الأرض نشوف حالنا بعضنا. مصريات الكتار بتاعدي قديم. مصريات اليل بتاعدي ورا. هايدي الحياة. بس على الأرض. بس فوق ما فيه هايك. فوق كلنا سوا رح نقعد على الأرض. لأن كلنا سوا هيدا بيتنا اللي بتروح على بيتك. ماش فيه. انتي قاعد هون. أنا قاعد هون. هيدا بيت بيتنا. ووهما كان منقعد كلنا سوا. مشان هايك. كلنا سوا رح نطلع على السماء. إذا أنا عندي وزني وحدين. عندي بس هل هذه الحياة. ما عندي شي تاني. أنا فيني استثمر بهذه الحياة. هذا الإنسان الفطن. ظلني أشتغل بحياتي. يا عمي. ما فيني أمام عي مصاري. ما فيني احكي. متل ما هنحقوني يا عمي. أوات منحط. فترنا عاي. أنه فيه ناس محتاجين مثلا. منحط. أنا كتير تمرو مثلا. منحط وبدو حدا تبرعوا بالدم. عم بطي مثلا. ما نحط علينا. نحن على صوت المحبة تبرعوا بالدم. ما فيك برعوا بالدم. ما فيك برعوا بالدم. ما فيك برعوا بالدم. ما فيك تقول يا رب. بعط له حدا. وممكن تقول تصلي أبانه السلام عني. هالشخص المحتاج. انت بتكون در تعطيت عندك ما عندك موهبة وطاقة وزني. تعطي دم. لكن فيك تعطي صلاة. فيك تكون عم تقولها. فيك تعطي هيك شوق إنه حدا يروح لعند الثاني. وربنا بيستثمر وبيستخدم هالصلاة لت أنت. يا بحط حدا تاني. يمكن. عقدرين. وهي دي هالشي اللي بتعمله. بتتوصلك على حيات الأبدية. هالشغل الصغيري. هالشغل الصغيري. انت يلي ما قدرت. بس لأنه صلات. متل ما كانت الإديسي تاريزيا. يلي صارت هي رغبة حبيسة. صارت شفاعة المرسلين. صح. هي اللي ما طلعت ما تدار لك. انت عم تصلي لكل الأشخاص اللي عم يرقدوا على الترات ويبشروا. الدعوة لنكون حكماء. الدعوة لنكون فاطنين. خلينا هلأ نستخدم ما تبقى. يمكن ما تبقى هو خلص. ما تبقى. هالوقت بس لك حتى نكون عم نصلي. يلا نفت صغيري هيك بس نشكر الرب. أيها المسيح إلهنا. اقبل هالوقت يلي قدمنا لك. وصلاتنا يلي عم نصليه. وانشر أمانك وسلامك على بيعاتك وأولادها. زينها بمواهب روحك القدوس. استرنا بصليبك الضافر. فنكرم ذكر ارتفاع صليبك المحي ونرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. أمين. أمين. شكرا أبونا مارون. شكرا يلي لرفعونا اليوم بالأحد السادس من بعض الصليب ختاما. مثل ما بقلنا بولوس الرسول بقراءة اليوم. فلنصنع الخير إلى جميع الناس ما دام لنا متسع من الوقت. إلى اللقاء.